ضاقت بهم أرض المهجر كما ضاقت بهم من قبل بلادهم وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة خاصة من سكنوا أراضي السعودية بعد الجراءات المتخذة ضدهم بفرض رسوم إضافية لإقامة أكثر من 1500 أسرة عادت عبر منفذ الوديعة البري ومطار سيئون الدولي هو رقم صرحت به لجنة المغتربين العائدين لأرض الوطن بوادي وصحراء حضرموت والتي أضافت في مؤتمر صحفي عقدته في محافظة حضرموت أن أكثر من 300 أسرة منها عادت دون رب الأسرة وهو ما يعني عدم قدرتهم على التكفل برسوم إقامة أسرهم واضطرارهم لإرجاعهم إلى أرض الوطن قسرا ولأن العدد يعتبر كبيرا نسبيا ولصعوبة حصول المغتربين العائدين على أماكن للإيواء وحتى التغذية في ظل ظروف الحرب ناشدت اللجنة المنظمات المانحة المحلية والدولية منها لتقديم تدخلات عجلة وتأهيل فئة الشباب وتدريبها لانخراط في سوق العمل ودعات لاستفادة من قدرات وخبرات العائدين وتسخيرها في مشاريع استثمارية تساعدهم على الاكتفاء الذاتي على الأقل في الوقت الحالي واختتمت اللجنة مؤتمرها الصحفي بدعوة بقية المغتربين لتقديم بياناتهم وتعبئتها في الاستمارات المخصصة بمكتب وزارة شؤون المغتربين بمدينة سيئون وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتوفير احتياجاتهم